نروح للفقرة الرابعة وأيضا أشار الرسول إلى أن الكلمة بذاته اتخذ لنفسه جسدا ليقدمه دبيحة عن الأجساد المماثلة قائلا فإس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية خلينا نوضح من خلال هذه الآيات إزاي سيد المسيح قهر الموت وأعاد لنا الحياة من خلال اشتراك الكلمة اللي هو في اللحم والدم اللي هو وكمان قدس الجسد من خلال هذه الآيات بص بقى واضح أنه نفس الفكرة بس الجمال بتاع قديس أسناسيوس أنه بيجيب شواهد كتيرة لأن أحيانا إحنا ممكن واحد يقول لك ده أنا ما كانش مقصود بيها دي كان شاهد كده آية في الوسط لكن لما يجيب شواهد كثيرة يأكد أنها فكرة عميقة نفس الفكرة في كتاب المقدس فقال أشار الرسول اللي هو بولس لأن الكلمة بذات اللي هو المسيح اتخذ لنفسه جسدا هو اللي اتخذ جسده من العذرة مارينة الجسد ده أخذوا ليه يقدموا زبيحة عن الأجساد المماثلة زبيحة عن الأنيابة الأجساد المماثلة اللي إحنا والمماثلة اللي هي إحنا البشرية شمعنا هو اللي يقدر يقدم زبيحة عن الجميع قلنا لأنه فوق الجميع جاب بقى الشاهد يقول إيه في إسقط شارك الأولاد في اللحم والدم الأولاد اللي هم البشر واللحم والدم هم الطبيعة البشرية والتعبير ده لازم يرنف دماغنا أن يعبر على الطبيعة لأن مثلا المسيح قال لبطرس طوبة لك يا سمعان ابن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك هذا يعني البشرية الطبيعة البشرية فلحم ودم معناها الطبيعة البشرية وكلنا مشتركين في نفس الطبيعة خلي بالك راجل وامرأة صغير وكبير غني وفقير عاقل وأحمق كلنا بنشترك في طبيعة واحد اسمها الطبيعة البشرية بعد كي كل واحد ليه شخصيته المتميز فهو اشترك معنا في الطبيعة اشترك هو في اللحم والدم بتاعنا ليه بقى؟ عشان ياخد الجسد ده من الطبيعة البشرية وبواسطته يبيد الموت لأنه هياخد الجسد يدوق به الموت بنقوله في صلاة الساعة التاسعة يا من ضاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة فهو لما يدوق الموت بالموت يبيد الموت لكي يبيد بالموت ازاي كالله له سلطان الموت أي إبليس يبيد إبليس يعني ينهي سلطانه إيه سلطانك إبليس يقوله كل البشر دول ملك ملكك ليه؟ لأنهم أخطأوا فأصبحوا تحت قبضتي طب أنا أحررهم من قبضتك ملكش ديك سلطان عليهم بعد هو قال عن نفس رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء فلما هو يجي يهزم إبليس وياخد الحكم بتاع الموت في جسده أصبح ملكش عين تتكلم ضدنا يا إبليس فأباده بمعنى أنهى سلطانه عشان كده وراها قال ويعطق يعني يحرر أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية اللي بيخلي الإنسان خايف إنه خايف من الموت طب أنا الآن أكون مش خايف من الموت اللي يقلقني عشان كده هيبقى هو حررنا من هذا الخوف وحررنا من هذه العبودية اللي كانت لإبليس أو للموت أو للخطر ترجمة نانسي قنقر